good morning good afternoon good evening at any time how are you today حبايبي ابطال الصف الرابع اللي ابتدائي هنبدأ مع بعض unit 3 why are plants green why are plants green لماذا النباتات خضراء هنبدأ مع بعض المحادثة في الدرس الاول وكمان هنحل تمارين كتاب المعاصر صفحات 134 and 135 تابع معي في الاول لازم نقرأ الكلمات الجديدة وكرر معي علشان ننطق صح soil 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 roots 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 shoot 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 seeds 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 leaf leaf germination 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 process germination process soil roots shoot seeds leave germination process soil soil seeds root shoot leave flower قدامنا خطوات عملية الامبات we put seeds in the soil بنضع الاول البزور في التربة بعد كده the seeds grow roots البزور بتنمو الى جزور بعد كده the roots grow shoot shoot نباتات صغيرة الجزور بتطلع فوق التربة وبتكون نبتة او نبتات صغيرة بعد كده بيظهر لنا one leaf ورقة شجر واحدة leaves اوراق شجر وبعد كده after that تظهر flower زهرة كله ده اسمه germination process germination process هنعرفه بالتفصيل دلوقتي في المحادسة germination process germination process germination process عملية الامبات can you see tomatoes what color are the tomatoes excellent they are red some of them are green بعضهم لونه اخدر yola مع بعض نبدأ المحادسة ما بين dad and his son الاب وابنه come and look come and look come come and look come and look تعالى وانظر. come and look what is it dad what is it dad ما هذا يا ابي خلي بالك هنا داد منادة لازم اضع قبل كومة شايفين في كومة قبل داد. what is it that? بابا بقى بيقول له ايه. our tomato plants are growing. our tomato plants are growing. نباتات الطماطم تنمو. on the balcony. 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 في البلكونة. نباتات الطماطم. our tomato plants are growing. on the balcony. ليه وضعنا هنا ing بعد grow. excellent. حدث مستمر يا مستر. وقبله في are am او is او are. الفعل لازم نضيف له ing. حدث مستمر. am is are verb ing. our tomato plants are growing. غلط يا مستر. are growing. علشان في are قبلها لازم اضيف للفعل ing. our tomato plants are growing. on the balcony. look. انظر. can you see the leaves and the flowers? can you see the leaves and the flowers? هل تستطيع ان ترى اوراق الشجر والظهور? اتكلمنا قبل كده قلنا leave. ورقة شجر واحدة. علشان احولها الى يا جمع. بحذف الف. وبغيرها الى ves leaves. يعني يا مستر لما يكون الصوت الاخير. زي leaf. هاعزف. الاف وضيف ما كانة ves. leaf. leaves. can you see the leaves and the flowers? نقرأ الجوز ده كمان. زي ما شايفين في الصورة. الطماطم بتكون ايه? لونها الاول اخدر. وبعد كده بيتحول الى اللون الاحمر بابا عنده المعلومة دي بالضبط tomatoes are green before they are red tomatoes are green before they are red before يعني قبله الطماطم بتكون خضراء اللون قبل ان تصبح حمراء اللون الاب لسه بيستفسر how do we grow new tomatoes how do we grow new tomatoes كيف نزرع طماطم جديدة يشرح الاب tomatoes have seeds inside tomatoes have seeds inside الطماطم زي ما شايفين في الصورة عندها بزور في الداخل we can take the seeds and grow new tomatoes نستطيع ان نأخذ البزور اللي موجودة في الداخل ونزرع طماطم جديدة we plant a seed we plant a seed نزرع البزرة and the plant grows وينمو النبات that is called germination وهذا ما يسمى بعملية الامباد germination we water the plant every day نسقي ونروي النبات كل يوم water water هنا نروي مش معناها مياه جايب بمعنى يروي او يسقي على اساس انها verb بفعل we water the plant every day كل يوم لازم نزقي النبات بعد كده إيه اللي بيحصل the roots grow under the soil the roots الجزور grow under the soil الجزور بتنمو تحت التربة the plant grows flowers the plant grows flowers ينمو النبات وهيتحول إلى أزهار the flowers become tomato fruits الزهور بتتحول وتصبح إلى السمار الطماطم the flowers become tomato fruits يبقى أول خطوة عملنا إيه حد يقدر قولي أيوه يا مستر بناخذ البذور من داخل الطماطم we can take the seeds بعد كده نزرع الطماطم لا نزرع البذور we plant a seed صحي كده نزرع البذرة and the plant grows طبعا عملية النمو بتاعت ربنا لكن علي دور لازم أعمل إيه we water the plant every day we water the plant every day يبقى أول خطوة we plant a seed نزرع البذرة ثاني خطوة we water the plant every day بعد كده اللي بيحصل the roots grow under the soil الجزور بتنمو تحت التربة بعد كده the plant grows flowers النبات الواحد بينمو يتحول إلي إيه إلي أزهار أو ظهور the flowers الظهور become tomato fruits الظهور بتصبح ثمار الطماطم that's awesome that's awesome طبعا هذا رائع سبحان الله طبعا and i found a red tomato وكمان أنا وجد طماطم طماطمية طماطمية لونها إيه أحمر let's have it for lunch let's have it for lunch هيا نتناولها على الغذاء يلا مع بعض نقرأ بقى المحادثة oh yes but why are the tomatoes green tomatoes are green before they are red how do we grow new tomatoes tomatoes have seeds inside we can take the seeds and grow new tomatoes we plant a seed and the plant grows that is called germination we water the plant every day and the roots grow under the soil the plant grows flowers and the flowers become tomato fruits that's awesome and i found a red tomato let's have it for lunch سؤال للأبطال المركزة معي من أول الترم ليه هو قال لنا let's have ليه ما قالش let's has ولا let's having excellent مهيب بعد let's يا مستر لازم يجي infinitive يعني فعل في المصدر let's have سؤال تاني للأبطال كنا بنقول من شوية the plant grows ليه ضفنا s للفعل سامع أسيل بتقول لي يا مستر أنت بتتكلم على حقيقة علمية يبقى لازم تستخدم present simple المدارع البسيط وهنا the plant فاعل مفرد يبقى لازم أضيف للفعل s mr. نصري loves you so much يلا نكمل مع بعض نبدأ نحل نقرأ الكلمات اللي موجودة في السندوق لقدامنا roots جذور flowers ظهور shoot نبتة sunlight ضوء الشمس زي ما متعودين بنقرأ وبدأك فرصة تفكر في إجابتك أو تكتب إجابتك في التعليقات لو معك الكتاب ممكن تفتحه وتبدأ تحل معي we put a seed in soil نضع البذرة في التربة the seed needs and water البذرة بتحتاج إيه sunlight ضوء الشمس and water so it can grow the seed grows under the soil هو إيه اللي بيانمو تحت التربة the roots الجذور excellent then it grows grows and تنمو إلا shoot نبتة and gets taller above the soil وتكبر وتطول أعلى التربة خلي بالك the seed grows above the soil النبتة تنمو أعلى التربة لكن the root الجذور grows under the soil finally the full plant grows leaves and flowers النبات في النهاية بينمو إلا إيه أوراق شجر وكمان زهور يلا مع بعض listen and write true or false اللي مركز معي هيعرف tomatoes don't have seeds inside ما تتصرعش اقرأ وترجم الطماطم ليس لديها بزور بالداخل كلام ده طبعا false number two we plant a seed and the plant grows نزرع البزرع والنبات وينمو true we take the seeds to grow new tomatoes نأخذ البزور ونزرع طماطم جديدة السؤال الثاني read and complete the tickets with words from the books أقرأ كلمات الأول طبعا ونعرف معناها germination الامبات flowers زهور red أحمد yellow أصفر our tomato plants are growing on the balcony they have leaves they have leaves and flowers excellent tomatoes are green before they are red well done we plant a seed and the plant grows that is called هذا يسمى germination well done read and match a with b زي ما متعودين نقرأ number one وبعد كده نقرأ كل الإجابات الموجودة في العمود التالي tomatoes have growing on the balcony tomatoes before they are red for lunch seeds inside meat inside بزور بالداخل excellent letter e our tomato plants are mr. نصري قال لي لما تشوف r فكر في verb آخر i-n-g موجودة في letter a growing on the balcony let's have a red tomato هيا نأخذ طماطماية حمرا للغدا for lunch tomatoes are green before they are red طبعا الطماطم لونها أخضر قبل ما تكون ايه حمرا how do we grow tomatoes كيف نزرع الطماطم reorder the words to make correct sentences how كيف محتاجة مني helping verb فعل مساعد أداة استفهام فعل مساعد فعل فعل أداة استفهام how بعد كده فعل مساعد do بعد كده فعل we يبقى how do we محتاج فعل في المصدر grow الصفة تيجي الأول new بعد كده الاسم الصفة الأول new بعد كده الاسم يبقى new tomatoes يبقى السؤال كله how do we grow new tomatoes why أداة استفهام فعل مساعد why are tomatoes green excellent let's بعدها فعل في المصدر let's have a red tomato للغدا for lunch let's have a red tomato for lunch choose a correct answer from a b or c هأرى الجملة كويس هأرى كل ما هو متاح من الاختيارات علشان أتأكد من إجابتي tomatoes are before they are red green excellent we plant a seed and the plant grows that is called germination well done the roots grow under the soil طبعا الجزور بيتنمو تحت التربة لكن لو قلنا the shoots grow above the soil النبتات أو البراعم بتنمو أعلى التربة number four let's a red tomato for lunch let's have tomatoes have inside بالداخل seeds بزور بالداخل we our plants every day water طبعا نروي نباتتنا كل يوم are green leaves أوراق الشجر لونها أخضر السؤال الأخير عندنا the following sentence ضع علامات الترقيم الحرف الأول capital هنا في كان في الأول معناها هل تستطيع يبقى ده السؤال can you see the leaves and the flowers يبقى في النهاية في question mark حرف الأول capital وفي النهاية question a mark Mr. Nassri loves you so much ما تنساش لو حاببت تشوف الفيديوهات السابقة ادخل دلوقتي على قائمة التشغيل صف الرابع الابتدائي بالترتيب مع Mr. Nassri مفيش مستحيل goodbye bye